في بطولات كبار أفريقيا لم ينجح أحد إلا النادي الأهلي كالعادة ممثل وحيد للكرة المصرية في بطولات أفريقيا بعد نجاحه في تجاوز عقبة الرجاء البيضاوي والفوز في مجموع مبارتي المواجهة زهابا وإيابا بنتيجة 2-0 بمرة تانية ببارك لكل أهلوية وبإذن الله إن شاء الله الطريق بإذن الله مفتوح للتتويج باللقب 11 عندنا في ناحية سان دامس في مواجهة الوداد واحد منهم هيخرج التاني وعندنا إحنا حتى اللحظة إلى أن يجد جديد يعني إحنا في مواجهة الترجي بإذن الله مباراة الزهاب في تونس ثم مباراة العودة في القاهرة 12-19 على التوالي خلونا نرحب بنجمنا كابتن خالد جدالة وإن باركله وإن شاء الله يعني بعد فوزنا طبعا على الرجاء وإن شاء الله مقدما كمان قبل مباراة السوبر كده بإذن الله إن شاء الله يكون لقب جديد يضاف لخزائن ودولات بطولات النادي أهلي كابتن خالد مساء الخير مبروك تجاوز عقبة الرجاء خطوة مهمة جدا في مشوار البطولة وفريق الحقيقة محترم جدا واحد من الفرق اللي كانت مرشحها لتحقيق لك الله يبارك فيك يا أحمد وتحياتي ليك طبعا ومبروك لجمهارين النادي الأهلي ومجل صدار النادي الأهلي على رأسه طبعا للكابتن محمود الخطيب يديرنا ولعابتنا والجهاز الفني طبعا مبروك والجهاز الإداري وكل الطاقم اللي بيشتغل قدرنا نحن نكسب الرجاء في مجموعة مبارتين ماتشين كانوا صعبين جدا لعبا ونتيجة يا كابتن خالد الماتش الأولاني لعبا ونتيجة الماتش الثاني نتيجة لأن برضو الشطارة في المباراة في الأدوار الإقصائية دي زي تتعامل مع كل مباراة على حدة فاحنا تتعاملنا مع المباراة الثانية بالشكل الأمسل جيم دفاعي على أعلى مستوى ولكن كان فيه هناك بعض قصور في النواحي الهجومية ولكن ده مقبول على حسب الجو اللي كان موجود من حيث الجماهير الكبيرة اللي كانت موجودة وحماس فريق الرجاء ولكن جيم دفاعي النادي الأهلي ولعابت النادي الأهلي عملوه بشكل يدرس يدرس فعلا وبإذن الله نأمل في الفترات اللي جاية نكملها بالنواحي السنة النواحي الهجومية عن طريق الهجمات المرتد ولكن في مجموعة المباراتين النادي الأهلي أدى أداء هايل بشكل كويس جدا الهدف من المباراتين أنت تعدي هذا الدور وده اللي حصل المباراة الأولى تسايدناها لعبا ونتيجة أداء ونتيجة كل حاجة خبرة وشخصية لعيبة النادي الأهلي كان ليهم الفضل الكبير جدا مع جمهور النادي الأهلي اللي حضر في أستاذ القائرة في المباراة الأولى كان ليهم الفضل الكبير جدا أننا نعدي هذا الدور